فجأة برز اسم الشيخ وسام المصري في الإعلام كوسيط كلفته جبهة النصرى للتفاوض باسمها في ملف العسكريين المخطفين الشيخ هو السلفي إمام وخطيب مسجد أبو الأنوار في سوق الذهب في طرابلس يمتلك فرنا للمعجنات في أبي سمرة الشيخ الذي زرناه في أبي سمرة وسألناه عن حقيقة التفاوض من قبل جبهة النصرى يرفض الظهور في مقابرة تلفزيونية أمام الكاميرا لكن أوساطه تؤكد أن جبهة النصرى فوضته الوساطة في هذا الملف من خلال تلقيه بيانين منها البيان الأول للنصرى يقول إنه بعد تواصل الأخ وسام المصري معنا والذي أعرب عن استعداده متابعة هذا الملف فنحن ليس لدينا أي مانع لمتابعة المفاوضات عن طريقه بشروط إطلاق سراح الأخوات وحماية المدنيين في عرسال وما حولها بعد هذا البيان يقول المصر إنه تلقى بيانا ثانية من جبهة النصرى تعلن فيه تفويدها المصري وتؤكد تعهدها بوقف إعدام أي من العسكريين المخطفين مقابل وقف النار في عرسال وجردها وإيقاف اعتقال الأخوات وإطلاق سراح الدليم والعقيل وذلك تسهيلا للمفاوضات ويضيف البيان نفسه أن أي إطلاق نار أو اعتقالات في صفوف الأخوات واعتداءات يعد ناقدا للعهد ونعتبر في حل من أمرنا ختم بيان النصرى الذي سلم إلى المصري أوساط المصري تقول إنه سلم موز يوم الأربعاء الماضي الأجهزة الأمنية هذا التعهد والتفويد لكنه لم يحصل على إجابة أو تفوي من الحكومة اللبنانية الذي على أساسه وحده سيبدأ تحركه نحو الجرود للقاء إجابة النصرى والبدء بالمفاوضات وحول إعطائه مدة 24 ساعة للانسحاب في حال لم يأتي التفويد من قبل الدولة اللبنانية تقول أوساط المصري إن المهل قابل للتمديد إذا كان هناك توجه إيجابي في هذا الإطار في مقابل ما يقوله الشيخ المصري فقد ذكرت مصادر خاصة بالABCI أن الشيخ مصطفى الحجير والمقرب من جبهة النصرى نفى لمن راجعه بهذا الموضوع أن تكون النصرى قد كلفت أو فوضت الشيخ المصري بهذه المهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر